أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تحت عنوان المناقشة كيف نبني العراق ومناقشة كثرة الحوادث كثرة حوادث السيارات على الطرق العراقية وما هي الحلول التي يمكن أن تقلل من هذه الحل الحل الأول هو تحسين البنية التحتية للطرق وهذا يتضمن يعني صيانة الطريق يعني يجب إجراء صيانة دورية للطرق لإصلاح الحفر والتشققات التي تسبب حوادث وهذا يمكن تنفيذها من خلال تخصيص ميزانيات محددة لصيانة الطرق وتوظيف فرق متخصصة للقيام بعمليات الإصلاح المستمر وهذه العمليات كما موضحية لازم أن تكون مستمرة ودورية سيقنا صيانة الطرق الشيء الثاني هو إضافة إشارات مرورة يعني لازم وضع إشارات مرورية واضحة ومضاعف الأماكن الحيوية التي لكي تساعد في تنظيم حركة المرور ومنع الفوضى يجب أن تكون هذه الإشارات مرئية بوضوح حتى في الليل أو في ظروف الطقس يعني الصعبة أو السيئة أكو أماكن مظلمة أو أكو أماكن يعني عمياء في هذه الأماكن لازم يضيفون إشارات ضوئية أكثر وواضحة أو حديثة هذه الخطوة الثانية اللي راح تقلل من كثرة الحوادث على الطرق في العرض ثلاثة توسيع الطرق توسيع الطرق الضيقة التي تعاني من إزدحامات مستمرة هذه الخطوة سوف تساعد في تحسين تدفق حركة المرور وتقليل التصادمات وهذا يمكن من خلال إنشاء مسارات إضافية أو تحويل بعض الطرق إلى اتجاه واحد هذه هم نقطة تساعد على تقليل الصدامات والحوادث المرورية في طرق العراق زين ذني تحت عنوان تحسين البيئة التحتية للطرق النقطة الثانية اللي هو تعزيز التوعية المرورية هذا الشيء يتضمن يتضمن حملات توعية يعني لازم نقوم تنظيم حملات توعية على وسائل الإعلام المختلفة مثل التلفزيون، راديو، وسائل التواصل الاجتماعي تضقيف السائقين حول أهمية الالتزام بقواعد المرور ويمكن أن تتضمن هذه الحملات رسائل تحذيرية ونصاح للسلام هذا خطوة الخطوة الثانية برامج تعليمية ادخال برامج تعليمية حول السلام المرورية في المناهج الدراسية للمدارس والجامعة يعني هاي الثقافة المرورية إذا ننزل بها للمدارس فذول الأجيال القادمة راح تكون مثقفة مروريا يعني راح يحترم السرعة، راح يحترم الإشارة المرورية، راح يحترم الكاميرا، راح يحترم منطقة العبور فراح يكون سواق أفضل هذه البرامج يمكن أن تشمل دروساً نظرية وعملية حول كيفية القيادة بأمان واحترام قوانين المرور النقطة الثالثة الرئيسية اللي هو تطبيق قوانين المرور بصرامة يعني ما كواسطة مثل ما تقول أول مرة شنسوي نسوي زيادة الرقابة، تعزيز وجود الشرطة المرورية في الأماكن الحيوية والمزدحمة لرصد المخالفات وتطبيق القوانين وهذا يمكن استخدام دوريات مرورية متنقلة وكاميرات مراقبة لرصد المخالفات بشكل فعال نقطة الثانية فرض عقوبات، تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين لقوانين المرور مثل الغرامات المالية الكبيرة، سحب الموقت أو الدعم لرخصة القيادة، والسجن في حالات القيادة المتهورة أو تحت تأثير الكحول يعني هذه العقوبات ليش؟ لأنه يقول من أمن العقاب أساء الأدب يعني أساء الأدب حتى على الطريق مثلاً إذا هو ماكو كاميرا وماكو مرور وماكو كاميرا طبعاً يسيئ الأدب السيق، راح يمشي سرعة، راح يتجاوز سرعة، وما يتجاوز سرعة راح يعرض حياته للخطر ويعرض حياته الآخرين للخطر بس إذا أكو بالطريق كاميرا، وهذه الكاميرا ترصد المخالف تجي غرامة ألاف الدنانير من راح يتفحى بعد مرة ثانية ما يجرى أن يعني يخالف السرعة أو الإشارة المرورية وإذا انسحبت إجازته بعد هما ما يجرى ففرض عقوبات صارمة هو هذا الردع عام الردع جاي النقطة الرابعة تحسين خدمات الطوارئ زيادة عدد سيارات الإسعاف ليش؟ لأنه إذا عندنا حوادث كثيرة بهالوقت نزيد الإسعاف على موضى الناس بالحادثة ما يتوفون بالطريق يعني هاي أول وحدة إلى أن نحسن الخطوات فراح يكون الحوادث قل فزيادة عدد سيارات الإسعاف توفير عدد كافي من سيارات الإسعاف وتوزيعها بشكل استراتيجي في مختلف المناطق لضمان الاستجابة السريعة للحوادث يعني بما أننا عدنا حوادث كثيرة فلازم يرادلنا سيارات إسعاف كثيرة وموزعة على الطرق المزدحمة وهذه سيارات الإسعاف ممكن تقل شوي شوي عندما تقل الحوادث على نين تدريب فرق الطوارئ تدريب فرق الإسعاف على الاستجابة السريعة والفعالة للحوادث بما في ذلك كيفية التعامل مع الإصابات الحرجة وتقديم الإسعافات الأولية بشكل زين وراها نقطة خامسة تشجيع استخدام التكنولوجيا شون هذه نشجحهم باستخدام التكنولوجيا؟ نخلي أنظمة التحكم المرور الذكية أنظمة التحكم المرور الذكية هي استخدام أنظمة تحكم مرورية ذكية مثل إشارات المرور المتكيفة مع حركة المرور الفعلية يعني إذا الشارع مزدحم الإشارة ممكن تطول إذا الشارع فارغ الإشارة ممكن تكون وقت أقصر مثلا وأنظمة التحذير من الحوادث مثلا لمن أكو منظمة تحذير من الحوادث لمن أكو حادثة بالطريق على بعد يعني كيلومتر صارت حادثة خلون إشارات قبل كيلومين إذا تنطيك بين صارت حادثة هناك فأنت هنا تخفف السرعة أو تقول لك مثلا حادثة قدامك الشارع مزدود قدامك فتنطيك يعني إشارات مبكرة واللي هي أنظمة التحذير من الحوادث وأنظمة إدارة الطوارئ لتقليل الزدحام وتحسين دفق حركة الموت كذلك إذا ما نكون شارع مزدهم أو شارع بإزدحام فلابدو أن يكون هناك إدارة الطوارئ شون نقل هذا الإزدحام بأن نغير السر إلى شارع ثاني على موت الدفق الحركة اللي هذا تحت شنو تحت أنظمة التحكم المروري الذكي بعدين أدنا كاميرات المراقبة تركيب كاميرات مراقبة على الطرق لرصد المخالفات المرورية وتوثيق الحوادث يمكن استخدام هذه الكاميرات تقديم أدلة في حالة النزاعات القانونية والتحقيقات الجناعة طبعا هذه الكاميرات بها عدد فوائد الفائدة الأولى هي أول مرة لرصد المخالفات مثلا قد يكون للسرعة تأخذ رقم السيارة وتنطي مخالفة وكذلك لتوثيق الحوادث شون صارت الحوادث وإذا صار بها مثلا ضحايا رجعوا للكاميرا وشوفوا من الخطأ وشون يستبياها الخطأ وياها السبب لما نكون هناك نزاعات عشائرية هالكاميرات متفيد في حل النزاعات العشائرية وسادسا تحسين نوعية السيارة يعني شون تحسين نوعية السيارات؟ على السيارات أكون الفحص الدوري فرض فحص دوري للسيارات تتأكد من صلاحيتها للسير على الطريق وهذا يجب أن يشمل هذا الفحص التحقق من سلامة الفرامل الإطارات أنظمة الإضاءة وأي عطل ميكانيكي قد تؤثر على السيارة هذا واحد اثنين قد يكون يعني يحدون السنوات للسيارات المسموح بها أن تكون في طرق المدينة مثلا من سنة كذا مسموحة بالمدينة من سنة كذا هاي تبقى بالريف اثنين تشجيع تشجيع السيارات الحديثة تقديم حوافز مالية أو أعفاء ضريبية لاستبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة تتوفر فيها معايير السلامة الجديدة ويمكن أن تشمل الحوافز قروض مسيرة أو برامج تبديل السيارة يعني ينطون للناس يشترون السيارات الجديدة لكي يقلل الحوافز وسبعة التعاون المجتمعي يعني مشاركة المجتمع تشجيع المواطنين على المشاركة في جهود تحسين السلامة المرورية من خلال إبلاغ عن المخالفات المرورية والمشاركة في حملات التوعية وتقديم اقتراحات تحسين الطرق والبنية التحدي مثلاً هنا الناس أو إذا مثلاً أكو طسة بالشارع لو أكو كسر لو أفش لازم يخبرون عليه والمفروضاً من الحكومة لما يخبرون لازم أكو الناس يعني يأخذون هذا البلاغ بعين الاحتبار ويقومون بالإجراءات الفورية لإصلاح الخلل إصلاح العطل إصلاح الكسر إصلاح الطسة على مدقل الحوادث ولا إذا الناس يبلغون وماكوا إجابة لا حياته لمن تنادي فما رح يحدث والشراكات مع المنظمات غير الحكومة التعاون مع المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية لتنفيذ برامج توعية وموادرات تهدف إلى تحسين السلامة المرورية وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بقوانين السير يعني هذه المنظمات المجتمعية أي منظمات مجتمعية لازم يكون أحد هدافه هو كيفية تثقيف الناس على السير الآمن أو السياق الآمنة وكيفية تقليل حوادث السيارات على الطرق في العراق فهذه السبع نقاط أحنا غطيناها وكل نقطة تحتها مجموعة نقاط يتمثل أهم المعالجات لتقليل الحوادث على الطرق في العراق الحوادث التي أصلاً ممكن تفاديها التي لا لازمها ممكن تفاديها ممكن أن نقللها ويبقى الأول والأخير هو قضاء الله ومشيئته سبحانه وتعالى ولكن مثل ما يقولون في السرعة ندامة وفي التأني السلامة ونتمنى من الحكومة العراقية أن يديرون بالهم على الطرقات في العراق لكي تقل هذه الحوادث التي ممكن أن تقل ويخلون كاميرات ويفرضون غرامات صارمة حتى الناس لا يستهترون بقوانين المرور ويحافظون على سلامتهم أولاً وسلامة الناس ثانياً وإن شاء الله العراق بخير وأمان سنة بعد سنة وكلكم سالمين ودمتم سالمين